برج السرطان البرج المائي بالزبط كده برج السرطان أشوف أن عندهم بكرة اللي هو يوم 19 هيكون عندهم الحظ بيحالفهم ماليا يعني مثلا لو عايزين يعرضوا حاجة للبيع أو عايزين يأخذوا قرار في شرع حاجة كبيرة ده يوم هايل يعرفوا كمان أن هما ينظموا أمورهم المالية ويأخذوا قرارات بحكمة ده على الصعيد المالي عندهم كمان يوم 20 ويوم 21 عندهم الحظ بيحالفهم على كل الأصعيد دول من أفضل الأيام خلال الشهر ده بالنسبة للسرطان وعندهم حظ في السفر يعني لو عايزين يعملوا رحلة أو يعني يقوموا برحلة أو يخططوا للسفر أو يسعوا للسفر يعني يومين هايلين للسفر كمان 25 و 26 دول حلوين اجتماعيا ومهنيا ويعرفوا يحصلوا على دعم الزملاء العمل أو رؤساء العمل كمان يعرفوا يحصلوا على نصايح مخلصة من اللي حواليهم ممكن يلاقوا ناس مخلصين يقفوا جنبهم فيه بقى آخر الشهر 30 و 31 دول برضو يومين هايلين الأمر بقى حيكون في السرطان وبالتالي موليد السرطان حيكونوا مسيطرين يعني فرصتهم في السيطرة لأنهم بيحبوا السيطرة يحبوا جدا كنا نتكلم عن السرطان الشهر ده يعني ما شاء الله جميعا كل إيجابيات والسلبيات يمكن فهموا نفسهم أكتر بالزبط طب واحد أغسطس بقى إيه الأمر هيمشي ولا إيه لا هو واحد أغسطس مش هيكون رائع بالنسبة لهم يعني أنا بقول 30 و 31 مش حاجة أزعاليهم دي أحلى الأوقات لكن لو حقولهم نصيحة واحد أغسطس ياخدوا بالهم يعني ما يتطرعوش ما يتطرعوش أنا نفلت إحنا نفلتين على أحلى الأوقات بس لا أنا ممكن أقولها وقال لهم دي يعني بالذات ما ياخدوا بالهم ما يتطرعوش وممكن يعني بعد الشر يعني إن ممكن تدع منهم حاجة فياخدوا من حاجتكم متعلقة بالزبط طيب البرج اللي بعده برج الأسد وأفضل أيام من 19 يوليو لواحد أغسطس ممكن تكون إيه طيب برج الأسد عندهم يوم 20 و21 دول يومين هايجين على الصعيد المال هيكونوا موفقين في الصرف يعني يعرفوا يدبروا أمورهم حال ويعرفوا ياخدوا قرارات صح ويوم مناسب لو عايزين يعرضوا حاجة للبيع أو يومين يعني مناسبين كمان عندهم من 22 لغاية 24 دول 3 أيام حلوين على كل الأصعيد مهنيا وعائليا حتى يعني على كل الأصعيد من 22 ل24 كمان عندهم حظ في الصفر لو عايزين يعملوا رحلة أو هم بيسعوا لصفر فدول 3 أيام كويسة للتخطيط لصفر الأصد برج إيه؟ ناري ناري برضو زي الحمل آه تمام برج آه لسه بقية الأصد لسه بقية الأيام أوكي فيه من 27 ل29 برضو 3 أيام حلوين للأصد عندهم اجتماعيا ومهنيا بيحالفهم الحظ وممكن يحصلوا بسهولة على دعم كل اللي حواليهم كمان يوم واحد أغسطس بقى الأمر في برجهم فيوم واحد أغسطس هيكونوا عارفين يسيطروا على الأمور وهم بيحبوا السيطرة برضو الأسد من الأبراج عندهم روح قيادة صحيح فحيكون دي فرصتهم في أنهم يفردوا إرادتهم ورغبتهم طب هو الأسد بعيد عن الأيام اللي بنتكلم عنها في حاجة ما بيفردش فيها سيطرته ولا ما بيعرفش يحصل عليها ولا يسيطر عليها هو طول الوقت هو طول الوقت مسيطر يعني أمر فيه مفيش أمر هو مصرر أنه هو يسيطر بس هنا حيلاق يعني الحظ بيحلفوا في السيطرة وممكن في الأيام اللي بيبقى مسيطر في العادي لأ وفي الأيام اللي بيبقى الأمر فيها معاكس ممكن ما بيلاقي مقاومة مقاومة فما يبقاش السيطرة بسهولة لكن هنا ما حلفوا الحظ طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر